اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعال نعداهم ما شاء الله تغذل الله أعمالكم من العائدين والفائزين إن شاء الله ما شاء الله هذه المراسم هذه المرة أكثر وإتقانا من السنوات الماضية جزاكم الله خير الجزاء على تدريباتكم وجهودكم أسأل الله لنا ولكم القبول إن شاء الله وأسأله تعالى يجعلها هذه السنة إن شاء الله سنة خير وعمل دؤوب في طاعتهم عليهم السلام والجهاد في سبيل الله عز وجل وتحقيق الإنجازات الكبرى التي تبث في العالم حضارة أهل البيت الطاهرين عليهم الصلاة والسلام ولا يخفى عليكم إخواني أنه من أجل تحقيق هذه الإنجازات لا بد أن نطوع أنفسنا على تحمل الشدائد والصعاب من جهة ومن جهة أخرى أن نبرمج عقولنا على شيء مهم للغاية وهو أنه لتحقيق هذه الإنجازات لا بد من كسر كثير من المحظورات التي يراها غيرنا محظورات لكنها في الحقيقة في قانون السماء ليست بمحظورات هي محظورات عند أهل الأرض طائفة من أهل الأرض ممن انغمسوا في الدنيا من وصايا نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله لسيدنا أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه قال له هذه الكلمة قال ما مضمونه يا أبا ذر لا تكون مؤمنا حتى ترى الناس كلهم حمقاء في دينهم عقلاء في دنياهم معظم الناس هكذا في الحقيقة حمقاء في دينهم يفرطون في دينهم لكن في دنياهم لا ما عنده استعداد يفرطوا بشيء واحد حتى وإن كان فلسا واحدا يتشبث به يقبض عليه كالقابض على جمرة من نار هذا الفلس عزيز عليه جدا أما دينة اللي هو المفروض دينة يقبض عليه قبض القابض على جمرة من نار تلاقي لا سهل أنه يفرط به ويتلاعب به ويتنازل عنه يتساهل معه فنحن ينبغي أن لا نكون هكذا معظم الناس عندهم بعض ما نقوم به من المحظورات لماذا؟ لأنهم حمقاء في دينهم ما عرفوا أمر دينهم جيداً ما تعقلوا دينهم جيداً وإلا فإن هذه التي نقوم بها من أعمال ليست لمحظورات في الحقيقة أبو لؤلؤة النهاواندي الذي نال هذا اليوم توفيقاً عظيماً هذه الكلمة قالها أمير المؤمنين عليه السلام للطاغية الثاني عمر بن الخطاب لعنه الله قال له ما مضمونه يقتلك توفيقاً شوفوا كلمة توفيقاً هذه يقتلك توفيقاً يدخل به الجنة رغماً عنك لماذا وفق هذا الرجل؟ لأنه في الحقيقة كسر محظوراً جسر على ما لم يجسر عليه غيره كان عمر في نظر القوم مهاباً لا يقترب منه أحد لا يجسر عليه أحد خاصة مع ما ظهر منه من عنجهية وضطش وطيش كذلك واستبداد وظلم فهذا الرجل هو الوحيد الذي كسر المحظور إنجاز التعبير وجسر على ذلك فنال هذا الشرف شرف أن يكون القصاص للزهراء البتول عليها الصلاة والسلام ممن انتهك حرمتها وقتلها هذا الشرف ناله هذا الرجل الاقتصاص وقع على يده أو بيده فنحن علينا أن نفكر بنفس هذه الطريقة أن نكسر المحظورات ما دام لا يسندها سند لا من دين ولا أخلاق ولا مروءة ولا عقل أيضاً في كثير من الأحيان ومن تلك المحظورات التي لا بد أن تكسر وجود ما يمثل تعظيماً للقتلة والطغاة والمجرمين وخاصة الطغاة الذين طغوا وبغوا على آل النبوة صلوات الله عليه على الأئمة الأطهار كالأصنام المنصوبة في العراق مثلاً بعنوان التماثيل لهؤلاء القتل والمجرمين ومنهم الدوانيقي لعنة الله عليه لا بد أن يكون لدينا في مثل هذا الزمان مثل أبي لعلؤة الذي يتقدم ويجسر على تحطيم هذا وإن كان من المحظورات عند الحمقاء في دينهم يحطمه حتى ينال هذا التوفيق والشرف العظيم أن يسجله التاريخ أنه أول من قام بهذا العمل انتصاراً لآل محمد عليهم الصلاة والسلام هكذا نستطيع أن نستخلص العبر والدروس من مثل هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا وقلوبكم كنا نريد كذلك في هذا اليوم المبارك أن نبشركم بأننا اقتربنا من أمر تأسيس الوطن لكن لا نستطيع حتى الساعة أن نبشركم يعني إلى الآن لأنه ما تم إبرام الأمر جيداً ما زلنا في مفاوضات ومحاولات هنا وهناك والشيء الذي هو تقريباً يعرقل الآن المضي قدماً بهذه المفاوضات أكثر إلى نقطة الإبرام والحسم هو موضوع النقص المالي في الحقيقة فإنهم قد ضاعفوا علينا المبلغ يعني لأن هناك جهات أخرى منافسة كذلك تريد أن تشتري هذه البقعة التي وقع عليها النظر فهذا نداؤنا إليكم وإلى من وراءكم من المؤمنين والمؤمنات وخاصة ميسوري الحال ممن أنعم الله تعالى عليهم أن إذا استطعتم أن ترفدون الآن بمبلغ جيد وثقيل حتى نستطيع أن نتقدم بهذه المفاوضات إلى الأمام فلا تتأخروا في ذلك إن شاء الله لأن الفرص هذه محدودة كانت هناك فرصة قبلها كما تعلمون وذهبت تلك الفرصة أخذت جهة أخرى تلك الجزيرة التي أردنا شراءها هذه الآن فرصة أخرى وهي أفضل من السابقة في الحقيقة ولعل الذي أبطى عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فنحن دائما أملنا بالله تعالى وبوليه في الأرض مولانا صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام الذي يرعانا المهم أن لا نفتر وأن نعمل بجد واجتهاد ونشاط بلا كسل حتى يتحقق هذا الطموح إن شاء الله تعالى عاجلاً وآجلاً لأن موضوع تأسيس الوطن هو الذي سيطوي صفحة ويفتح صفحة أخرى في التاريخ إن شاء الله ومنه ننطلق إن شاء الله إلى الإنجازات الكبرى العالمية بإذنه تعالى أعاد الله علينا وعليكم هذه الذكرى بالخير واليمن والبركات والقرب أكثر فأكثر من مولانا صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام تقبل الله مننا ومنه أعرف اللهم صلي على محمد وآلي محمد وعجل فرجهم والعان أعداءهم المايه والنبي ومهما يصلي ما أريد أن أصلي ولا يصلي وهذا اللي يرفع صوته ويصلي على الهادي فالرحة زجية صلوات الله منه ومهما يصلي على محمد وآلي محمد وعجل فرجهم والعان أعداءه وبهذا أمر في النار أمر في النار